اشتركوا في القناة الاهم اللي انا ادخل كلية تتطلب وتتوافق مع قدراتي ومهاراتي اقدر اللي انا ادي فيها اقدر اللي انا اكون موفق بدخولي هذه الكلية تحديدة عشان كده النهاردة في سواء الخير نصر هنحاول احنا نقدم روشيتة توعوية لكل طلاب الثانوية العامة اللي تخرجوا السنة دي روشيتة دي مش هيكتبها خبير متخصص في شؤون التعليم العالي ولا ورقة بحثية هنكتبها لرشيتة دي هتكتب او هنكتبها دلوقتي مع اوائل الثانوية العامة في الدفعات القبل كده والسانوات القبل كده اللي فاتت تحديدا وهنا بنتكلم في الفقرة دي عن دفعة 2021-2022 خلونا نرحب بمريم إسماعيل أو مريم محمد إسماعيل واحدة من العشر الأوائل في الثانوية العامة الشعبة الأدبية سنة 2022 صباح الخير يا مريم صباح النور ورحمة عبدالوهاب من أوائل الثانوية العامة شعبة علم علوم سنة 2021 صباح الخير يا رحمة صباح النور منورنا في صباح الخير يا مصر ويعني احنا مبسوطين أوين انتم معانا ومبسوطين انه فيه نمازج هتقدر توصل وجهة نظرنا كبان للمشاهدين نقدر يكون فيه على أرض الواقع أهو طالبة وطالبات قدروا أن هم يختاروا المجالات اللي هم حابين يبقوا موجودين فيها فهبدأ في البداية مع مريم قبل ما روح لرشدة التنسيق يا مريم عايزة أسألك انت في الأول كنت بتفكري في إيه يعني وانت خلاص احنا سروية عامة عارفين هم سنتين احنا عاديين بنذكر فيهم بس وحطين كده خطة في دماغنا ان احنا عايزين عنا على هدف معين أو على كلية معينة احكي عن السنتين بل معيك طيب سيلكت سنة واحدة مش سنتين انتي 2020 بس هوا من أول السنة بتبدي حاسة بدغط فكرة انه يعني هل السنة دي هلتحد بمستقبلي الفكرة دي بتكون فكرة صعبة مش سهلة طبعا معنى هي مش صح مزق ما في المية بس هي المعتقد اللي موجودة عند أغلبنا يعني فدي حاجة بتحط عليكي ضغطة قوية غير المذاكرة ذات نفسها من الأول يوم بتفضلي تسعي للحاجة دي وتسعي للهدف اللي انت عايزة توصليله وفكرة يعني فكرة انك ما توصليش للحاجة اللي انت عايزها بيفضل يعني حاجة بتضغط عليكي طول السنة فكنت بحاول على قد مقدر ان انا اه لا فعلا مش عايزة ان انا تحط في موقف ان هو انا ليه ما وصلتش للأنا عايزاه عملت ايه بقى عشان بتحطيش في موقف ده اللي هو لا خلاص انا فعلا مفيش حاجة في دماغي رابدنا انا هوصل للحاجة اللي انا عايزة مو ذكري يعني كنت قاعدة بتقسمي وقتك وقاعدة بتذكري طب هيل رحمة اعتقد ان طلاب علمي تحديدا بيكون اللود عليهم اكبر وبيكونوا شايفين لهم لازم يجيبوا مجموعة كبير جدا علشان يحققوا رغباتهم او يلبوا طموحات اهلهم اللي هما شايفينها لابد انت تدخل كلية طب كلية صيدلة كلية يعني هندسة وبيكونوا النصيحة اللي انت تنصحيها دلوقتي لكل زمائل اجباء اللي موجودين في سنوية عامة السنة دي ومقبلين على كتابة الرغبات ده النصيحة اللي انت عملتها اللي عملتها اه هو انا اكيد ده انا اهلي كان ساملني مطلق الحرية اختر اي كلية مش استطار مجموعة مثلا ثلاثة من القوائل لازم خاصة على المعلوم اي حتى داخل على المعلوم هو طب جاشر انت معاك دركتين زيادة ليت سبيهم للتنسيب انت اخترتي يعني دي ناسبك او فطبعا لازم نكتهد ونجيب اعلى مجموعة احنا نختار كلية اللي احنا عوزناها مش كلية مثلا او تنسيئة هو اللي يحدد احنا هندخل ايه مش شرط بسلا اللي انت داخل علم المعلوم اللي انت دخل طب فيه كليات تارية كتير ممكن تنجح فيها وكمان المسلا اللي ما اجابش في مجموعة طب ده مش اخر المطاف يعني ده مش يعني الدخل الطبي مش ده اللاجح والتاني هو الفاشل هو ممكن يدخل اي كلية وينجح فيها ممكن الدخل طب الله عالمين يفشل طبعا ايوه فهم يختار اهم حاجة كلية تكون مناسبة لقدراتهم ويتكون ده شغافهم فعلا ويقدر يكمالوا فيها طيب ما كانش في عندك بقى ضغط من انت صغيرة في الدكتورة رحمة راحت دكتورة رحمة جاد هو ايسا انا اصلا بقول استاذ جراحة انا كنت عاوزة بقى ادخل الاصر العيني اوه يعني اكمل المسيرة اوه بس كنت انا احب الاصر العيني فالحاول الله يعني ربنا وفقني والتنسيق من الاصر العيني طيب عاوز اعرف منك انت بقى يا مريم ايه العقبات اللي كانت في طريقك وازاي قدرت انت تتغلب عليها واتفكري تفكير مختلف بعيدا عن الفكر النمطي لانا لازم اعمل كذا ولازم ادخل كلية كذا واتخرج اشتغل كذا ليه الشغلانات النمطية وانت دلوقتي شايف نفسك فين بعد ما تتخرج اوه دايما بحس ان ما فيش حاجة يعني ممكن ابقى حط في دماغي خطة معينة او حاجة معينة انا عايزة حاليا الحاجة اللي انا نفسي فيها حاجة اكاديمية اكتر ان انا كنت مثلا دكتورة في الجامعة او كده بس حاسة دايما يعني كل مثلا ما هتكون متعلمة حاجات اكتر او عندي امكانيات اكتر الحاجة هتفتح لي مجلات اكتر يعني انا كل سنة كل ما بتعرف على الناس اكتر وكل ما دايرت ما عارفي ما بتوسع كل ما بحس ان انا ليه ما اعملش الحاجة دي مثلا فلاي نفسي عندي كذا نشاط غير الحاجة اللي انا عايزة اعمل لها اصلا فحاسة ماشي خلاص ده يعني الهدف اللي انا عايزة اوصله بس سايبة نفسي ان موقن الحياة واديني في حتة تانية يعني عادي هروح ومش هقول لا افكال المبدأ ده في حد زيت وهيل انا بحيك عليه والله بس برضو عندي سؤال ليكي انتي ما شاء الله من اوائل التنوية العامة اه ادبي ايه دخلت بيزنس او فيه بقى هنا شفتي انتي كسبتي درجات للتنسيق يعني كده غيرنا موظوره ليه عمل ليه اخترت البزنس وهل اسرتك ما قالوا لكيش لا ليه انتي انتي ما شاء الله من الاوائل قدامك يعني جامعات كتير جدا اقتصاد وعلم سياسية اعلام وحاجات كتير جدا هو انا اختياري اصلا ان البزنس كان بسبب اكتر الجامعة اكتر ما منه كلية علشان انا اصلا كان نفسي يخش السن في الاول وبعد كده يعني ساعتها الجامعة الالمانية جيت الجهة اللي منحة من الجامعة الالمانية فلما بدأت اقارن حسيت سألت عن الجامعة الالمانية ناس وكده فالجامعة الالمانية من احسن جامعة الموجودة في موسر دلوقتي ومستقبلها كويس وكده فدي برضو فكرة اللي هو زي ما بقولك انه ممكن ربنا فعلا يفتح كده بس قلت خلا وسطبها اشوفها اجرب السك اللي اتفتحيت لي دي لو مارتحتش ارجع عادي جدا لقيت نفسي لا دلوقتي بقول الحمدلله يعني ربنا وفقني للاختيار ده رحمة كملتي بقى النجاح اه الحمدلله انا اصلا في الاسر عيني دخلها منحة اسمها ابكة اسمع ايه ابكة اسمع ايه ابكة اه ده هو كريدد بس احنا بيكون عددنا اقل وبيبقالينا مبنى خاص مينا وكده فأنا الحمدلله انا مكملة في المنحة وتأديراتك ايه خلال الحمدلله ايه تحديدا يمكن الكل دلوقتي او في اغلب البيوت اللي موجود فيها ثانوية عامة بيبقوا عادين على اعصابهم في فكرة مالي الرغبات انتي عملت ايه وانتي بتملس مرة الرغبات اه هو موضوع كان من نسباني مش صعب قوي عشان زي مولتها حضرتك ان كنت خلاص محددا ان انا ان شاء الله هتخل الجامعة الألمانية يعني فلما مالت الرغبات لهو كان اول حاجة ان كنت اعيزة ألسن فحطيت ألسن وناعف ان انا مش هدخلها فسحطيتها اول حاجة وبعد كده ماليت بقى رغبات بقيتها اي حاجة فمش عارقين الموضوع حني كان اسهل عشان ما كانش عندي مشكلة مع الدرجات بتاعتي يعني انا واسخة ان درجتي كده كده حتى لو انا كنت اعيزة ادخل ألسن كده هتجبها لي فمشاء الله طيب رحمة انت محددة انت عايزة تتخصصي في ايه تحديدا هو موضوع التخصص ده متفكرش بيه الا بعد التخرج يعني عشان لا انت راس ما نفسك تبقي ايه يعني انت عندك خطة وعندك هدف عندك حلم فممكن اكون مثلا يلل تخصص الجلدية جلدية ولا جراحة زي باب ممكن جراحة برضو او لسه مفكر اصلا فيه حاجات كتير لسه مدرسة انا لسه في سنة تانية ففيه لسه ما بدقناش كليكل او فانا مش نويا احزل تخصص معين دلوقتي اشوف كل التخصصات الاول واقرر حسن رحمة دكتورة فعلا قليلة الكلام عارفة قابل الضبط وانا بفكر بالمشرة بالوراء والقلم زي ما بيقولوا منفتح الطول مهرتهم فعلا حتى مريم لا يعني منطلقة متحدثة ما شاء الله اخيرا لو هتفجهوا رسالة دلوقتي للطلبة والطالبات اللي النتائجهم جات خلاص اللي ما شاء الله جابوا نتائجهم مطلقة قوية او جابوا نتائج اللي هم حابين ان هم كانوا يحصلوا عليها فرحوا وببسطوا الناس بقى اللي مقدروش او محلفهمش الحظ ان هم يجيبوا الدرجات او النتائج اللي هم كانوا مستنيين هتقولهم ايه ماشي او انا كان عادي واحد صاحبتي قد تكلمني قد تكلمني عن نفس الموضوع وان هي درجتها ما كانتش اللي هي عايزها وكلامها عجبني قوي ان هي انا بدأت ادور ان خلاص انا كيكا ده امر واقع ان هي دي درجة اللي انا جبتها فهبدأ ادور بقى ايه الكلية اللي تبقى متاحة ليا وفعلا هقدر الاقي شغفي فيها وهقدر اوصل لحاجة فيها وفعلا وقالت كليات انا نفسي كنت او مرس معا عنها الواقع دي كليات موجودة عمدنا اصلا ان هي فعلا دورت وفعلا بدأت تحدد كمان هي عايزة يعني خلاص هي تجاوزت الموضوع خلاص انا ويقعدينة بقى نخش على اللي بعد وقى فهي اعجبني كلمها جدا مبارح وحاسيت لقى برافو عليك ان انت عملت كده وتعدت الموضوع طب اسرتها تعمله ازاي مع الموضوع مش عارفة بصراحة بس طالما هي يعني تعدت بهم اكيد كمان او في الغالب يعني دلوقتي تحسي مش زي زمان يعني زمان كالي هو لازم تجيب مجموع وهتعرنه لو مجبتش مجموع دلوقتي بقى عادي مش الناس مش بالدقى في الحوارات دي يعني وزيحاك ويسع يعني او طبعا بحس او كل واحد مسؤول عن حيات وين عليها رحمة تنصح بيه بسرعة انصح اللي بيكتبوا الرغبات دلوقتي تنصح بيه اول حاجة يشوف رغبته هو دي حياته ومستقبله يعني رأي الناس ده بعدين انت وحياتك دي هتمشي فيها لوحدك فانت اختار الناس بك ونسب شغفك وربنا يوفهم كلهم واكيد ربنا يكتب لهم الخير في اي مجال يدخلوا نعم رحمة ومريم انتو نورتونا وكنا سعداء جدا بوجود نماذج مشرفة جي للمستقبل مع انتو اللي هتكونوا القادة في المستقبل فاكيد يعني فخورين واحنا عادين معاكو كل التوفيق اليكو يا رب شكرا